في كل رسالة بيجلنا في البرنامج بيبدأ الموضوع بمشكلة وبينتهي بإن صاحب المشكلة محتاج حل لكن منا عكس كل الناس اللي بعتت لنا قبل كده منا بدأت رسالتها بالحل وبعدين حكت المشكلة منا أنت بدأت رسالتك وانت بتقولي إيه ليه أصلاً الناس تقيم بعضها بالجمال والشكل اللي محدش فيه نختاره ولا ليقيت فيه وإن الأصل في حياة أي إنسان هو الأخلاق والمعاملة ودي حقيقة لأن هي دي الحاجة اللي إحنا نقدر نملكها ومسؤولين عنها وهنتحاسب عليها وهو ده باختصار الحل وكلام كبير فرحانة بيكي قوي لما اسمعوا بمبنت لسه فتلت عديدين ووضح يمنا فعلاً أن حبك للقراية والكتابة والتأليف خلى زي ما بيقولوا إيه وسع مدركك خلى إدراكك كبير بس اللي يحزن بقى تعين التكلم بجد إن جواكي اتنين بيتخانقوا طول الوقت واحدة فيهم البنت الصغيرة الدعيفة اللي تصرفات أهلها جابت لها عقدة وأثرت عليها ما بقاش عندها ثقاف نفسها فسجنت نفسها جواك همامة وبنت تانية قوية مبدعة شطرة دماغها كبيرة وعن الناس عايزة تقابلها وعندها موهبة وروحة حلوة وطريقة في الكلام تجنن طب إيه؟ طب إيه؟ ده غير إنك طموحة وبتعيد تفكري كتير أنا هعمل إيه؟ وهينزلي رواية إيه؟ ملتازمة بتصلي في المعاد وفكرة فروضك وبتحفظي القرآن وبتسمعي تفسير شطرة وكمان في نفس الوقت سياسة وأدب وبتثقى في نفسك ليكي معجبين؟ شايفة قد إيه المميزات؟ أنا عمال عد وأنا فرحانة بيكي بس مشكلتك الحقيقية بقى إنك محتاجة إن الشخصية اللي أنا عمال أتكلم عليها الحلوة اللي تجنن دي تبقى وعية تنتصر على البنت الضعيفة المهزوزة وتتخلص منها هي دي الحاجة اللي محتاجة إنك تشتغلي عليها الفترة اللي جاي حال الموضوع ده كله جواكي قبل ما يكون عند أهلك قبل ما يكون عند أي حد تاني عملي سيرتش على جوجل إنه إزاي يتقبل نفسي سواء شكلي سواء لوني أو قدراتي إزاي يحب نفسي احمي دي ربنا على كل حاجة من جواكي يعني أنا عايز أقولك على حاجة في ناس لو أنت بقى بتصلي بقى بجد بقى وحلوة وشطرة وملتزمة ومشاء الله الله هو مبارك في ناس بتصلي لترتاح منها أنا صليت الفرد أهو خلاص يا رب وفي ناس بتصلي لترتاح بها أنا جاي لك أهو يا رب سمعني شفت الفرق ده دي في حاجة واحدة تعينيك كلم بقى في الحاجات التانية جدتك من إمتى وإحنا بناخد بكلامهم بتعذر معاكي طبعا أنا كنت موكة روح لجدتي الله يرحمها مثلا مش لابسة دهب ولا بتاعتولي إيه ده وإنتي بقيت فقيرة عدا بصلك كده عادي يعني إيه المشكلة وجدة تانية كنت تعطوا لي كولي ما يهمكيش بكرة تطولي تتالي الله يرحمها جدتي ويعودوا يتريعوا علي يقولك هتتطولي أكتر من كده أنت طويلة قوي روح تتطولي تاني ولا كإني سمع لشخصيتي أنا أنا اللي ببنيها مين مننا ما حدش التريع عليه مين مننا في مكانه ده مثلا أنا كان بيتقالي وشو معنا أنت بقى موزيع من الناس كلها عايز تبقى موزيعين ومن الناس في أهلي أنت بقى بيرولك لأ ما تكتبيش لأ ما تقريش لأ ما ده طبيعي ممكن يكونوا خايفين عليكي من إنه لما عدت أتكلم معاهم كده قعدت صفا ليه قلتولي كده مع إن أنا كنت حسن أنا يطلع مني حاجة حلوة واثقة في نفسي فهمت وارتحت قالوا لي عشان ما تتعقديش لو ما حصلتش شفتي الجمال شفتي الفارق حتى لو هما بيعملوكي وحش أقولك على حاجة حتى حاجة كتبت على الفيسبوك ومؤمنة بيها ومسلمة في مكان معين في الجنة ويرب بيطلع الأمنية ده صح والدعاء ده صح للإبن اللي بيتبهدل من أهله بيتبهدل بجد اللي بيزعقوله على أخواته التانين اللي بيتدلعوا عليه اللي بيتبهدل 24 ساعة اللي لو الأكل اتأخر يتخنقوا معاه اللي لو هو زهقان يجي ينكد عليه ليه عشان بيحبوا أكتر أنت عارفة أن في حاجة اسمها عقوق الوالدين أول ما أهلك يبتدوا يلينوا في الكلام معك يعني يركز في الحتة دي أنه يلينوا الكلام أنهما خايفين على زعلك ده عقوق والدين مش أقولك أكتر من كده شوفي بقى أنت مكانك الحلوة ده فين ولو بيتدلعوا عليكي نعمل إيه زي ما سمعت من دكتور هند في الفقرة اللي فاتت أعملي كده يمكن هي الطيبة الحنينة وبتحب السن بتاعك وده قوي ولو عايزة تتواصلي معها إحنا هنكون حلقة واصل وهيحصل وهتطمن عليكي ومبسوط أن أنت يبعتلي جدا وبحب السنة ده قوي وانت يعرف بتمنى من كل اللي شافوا الحلقة وسمعوها النهاردة وتفرجوا عليها يكونوا استفادوا مش معنى أنه بنت في تالت عدد إن إحنا مش نسمع اسمعوا الأجيال اللي جاية بتفكر في إيه دي الأجيال اللي جاية لما إحنا هنقعد هستنيكوا في حلقة جديدة بأبطال تانين وقصة حقيقي باي باي